أهلا بكم رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أسهمت سياساته الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة منذ عام 2016 في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وقدرته على التصدي للأزمات وعملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال بجانب تعظيم مشاركة القطاع الخاص مع التركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة الأمر الذي ستكون له نعكساته الإيجابية على أفاق معدلات النمو وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني صنفت مصر بأنها واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا بعد أن نجحت البلاد في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جذب مزيد من الاستثمارات مع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة ما أسهم في دعم قدرة الدولة على مواجهة تدعيات جائحة كورونا وأصبحت مصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية الدولة أطلقت أيضاً البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021 والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021-2022 إلى 30% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة و50% بحلول العام المالي 2024-2025 الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية وتم إنشاء أحد عشر مجمعاً صناعياً بهدف توطين الصناعة وزيادة الصادرات بجانب تطوير قطاع الاتصالات والذي أسهم في ميكانة العديد من مؤسسات الدولة ما أسهم في تسريع وطيرة النهوض القوي لاقتصاد البلاد من جانبه أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الهيكلية سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر ويعد إشارة قوية على التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص ورأى الصندوق أيضاً بأنه لا تزال هناك حاجة لاستمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة لمواصلة الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر بدوره أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل مدعوماً بدفع من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية كما أشار إلى أن مصر شهدت نشاطاً اقتصادياً أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 أما وكالة مودس فأكدت أن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية بما يتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة فيما أكدت الإيكونوميست أن مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا كما ترى أن زيادة عائدات صادرات الغاز المصري من المحتمل أن تفوق تكاليف استيراد القمح خلال أزمة أوكرانيا الحالية إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضاً حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والإشهادات العالمية بما حققته مصر طوال السنوات الماضية وقدرة الاقتصاد المصري على اقتصادي للأزمات العالمية شكراً جزيلاً وإلى اللقاء